بسم الله الرحمن الرحيم نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول خط المواجهة في 6 من أكتوبر من 50 سنة كان هذا البيان العسكري اللي أثلج صدور كل المصريين لحظة العبور ولحظات العبور هي لحظات مش ممكن تتنسي من ذاكرة أي مصري لكن لحظة العبور في ذاكرة اللواء محمد عبدالقادر مختلفة جدا لأنه أول العابرين للساتر الطرابي وبالتالي كان أول واحد قدر أن يؤكد لزميله على الجبهة أن الساتر الطرابي ده شيء يقهر وبسيط قدام عزيمة المصريين هندخل مباشرة في هذه اللحظات لحظات العبور مع اللواء محمد عبدالقادر سيادة اللواء كل سنة وحضرتك طيب وأهلا بك معنا في التاسعة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين وكل عام وأنتم بخير اتفضل يا فندم احنا يعني بعد 50 سنة وحضرتك موجود بكل صحة يا رب دايما بتحكينا عن لحظة العبور احنا دلوقتي بنعرض صور للحظات المهمة في تاريخ مصر وحضرتك طبعا موجود في الصور مع المجموعة بتاعتك المدفعية المصرية ولحظات العبور حضرتك احكينا اللحظة دي تحديدا كانت عاملة مع حضرتك ازاي والله انا عايز اقول انها كانت من اجمل واسعد لحظات حياتي على الاطلاق احنا ليه دالي لان احنا بذلنا جهد في خلال الست سنوات التي سبقت العبور وبذلنا جهد في التدريب وجهد في المناورات وكان بنتطلع الى جاني ثمار هذا المجهود بالذات يوم 6 اكتوبر الساعة 12 جاني ورقة زيارة كده مكتوب عليها ساعة 20 ساعة 1425 وفي هذه اللحظة اتحركت الى مكان المعبر الذي ساعبر منه انا والمجموعة مركز المراحظة السرية المتعية التي كنت اتولى فيه دي وقت ما وصلتني الورقة دي تيقنت اننا خلاص هنعبر فعلا ولما نقلت هذا الخبر لجنودي هم حضنوا بعض وظهبت السعادة على الجميع ان احنا دفلين رغم ان هذا لا ينفي انها هناك رحبة لهذا الموضوع وتوجهنا الى مكان نقطة العبور المحددة لنا سلفا وهي كانت جنوب كبري الفردان قعدنا جلازنا خلف الساتر الترابي الموجود عندنا في البطفة الغربية انتظارا للساعة 2.5 الساعة 2.5 مرت الطائرات من فقنا بصوتها طائرات الحربية بصوتها الجبار المعروف عنها هذه اللحظة بعثت في الجميع روح اخرى الناس كلها صاحب في نفس واحد الله اكبر هذا لم يكن توجيها من احد ولكن هي السلوك شخصي يعبر عن السعادة ببدء العملية العبور ثم نزلنا الى القوارب وانطلقنا الى الضفة الشرقية للقناة كانت لحظات سعيدة بعد 50 سنة الواحد ما زال بيتذكرها بكل فخ لان كمان عبور اول جنود في الجيش المصري للضفة الشرقية فيه طبعا كان فيه كلام عن خط برليف والساتر الترابي يعني لحظات اللحظات وقلتلي دلوقتي ان كان فيه شيء من الرهبة وده طبعا ده امر طبيعي جدا طبعا بعد ما عديته وعبرته القناة الحقيقة انا نزلنا الى القوارب وانحنا كنا في الموجة على طول الاولى خمس الزمن النموذجي اللي تدربنا عليه كان العبور يتم في سبع دقايق ونصر احنا عبرنا في خمس دقايق فقط نتيجة الروح المعنوية العالية للجنود بمجرد وصلنا حتى انا من الطرائف اننا كنا في قاربين نبهت على القارب التاني اننا لو وصل الاول ما ينزلوش الى لما انزل وفعلا هما وصلوا قابلي بثواني كده نزلت في المية على بعد متر تقريبا من الشاطئ مشيت الحتة دي على رجلي والاول اللي تبلينا وكده وصلت الى الضفة الشرقية وسجدنا شكرا لرب العالمين ثم بدأنا في صعود التساتر ولم تكن بعد اقيمة السلالم الحبال والكلام ده وتلانا الحقيقة اننا وربوري لم يكن في موجهة نقطة من نقطة الحصينة حضرتك معروف ان هناك 61.31 نقطة حصينة كانوا على طول الجبهة الخط برليف يعني بينه كل نقطة ونقطة حوالي 10 كيلو 8 كيلو 7 وكذا انا عبرت في فاصل من هذه الفاصل ولذلك لم نواجه مباشرة بنقطة قوية يعني نواجه بنقطة قوية ولكن الصعود الساتر الترابي في حد ذاته بالأغافر وبالعزاء البيادة كانت مسألة هي يجب ان تدرس احنا كانت صعبة علينا والواحد بيطلع ثلاث خطوات وينزل خطوة ويزح لخطوة الى ان وصلنا كانت هناك معاناة منذ اللحظة الاولى لكن لما وصلت حضرتك فوق لفوق بمجرد الوصول لفوق احنا حسنا ان احنا انتصارنا لان احنا هنبدأ المشوار على الارض لانه هو كان مصمم بطريقة انه محدش يقدر يتسلق هذا الساتر بالمناسبة دي سيادة لواء عايزين بس نوضح للناس هو الفرق ما بين الساتر الترابي وخط برليف لانه هو في خلط بين الامرين ده سؤال جميل جدا الحقيقة وفي محله تماما الخط برليف بيتكون من جزئين من حاجتين اساتياتين الساتر الترابي على طول مواجهة القنال ثم في اجزاء من هذا الساتر انشئت 31 نقطة قوية على طول المساء ومواجهة القنال اللي هي كانت الجبهة لحوالي 150 كيلو متر الخط برليف هي النقطة الحصينة دي ال 31 نقطة اما الساتر الترابي فبس ساتر الترابي كان انشئوه في اثناء توقف وقف اطلاق النار اثناء عملية مبادرة رجز ومحاولة الحل السياسي فمن يطلق على الساتر الترابي خط برليف فهو يعني معلومات غير دقيقة بعد عبركم ده كان مسابة دافع لبقية القوات ان هي تعبر الموضوع سهل وبسيط دلاتي هي القوات اللي خلفنا شافتنا تلعت تلعنا فعلا خلاص ايقانوا ان المسألة مسألة سهلة جدا ومسألة وقته الحقيقة كانت الاف القوارب على سطحة المياه في الوقت ده وعايز هنا اقول حاجة مهمة ان التمهيد النيراني اللي بدأ بالمدفعية اللي بدأ بعد عبور الطيران كان الغرض منه السقوط كمية من الزخيرة على النقطة الحصينة لان النقطة الحصينة دي الجنود لما بطوع عليهم الزخيرة الطلقات المدفعية بيخشوا ويقتلوا عليهم والحقيقة ده كان الغرض الاساسي عشان ما يشوفش ايه اللي بيدور قدامه على طفحة المياه وعبور هذه القوات ولا يتدخل في عبورها بالسلح اللحظات التي لا تنسى في لحظة العبور بالنسبة للواء محمد عبدالقادر أفندي اللحظات التي لا تنسى أثناء العبور لحظة العبور الأولى عند اللواء محمد عبدالقادر هي أنا عايز بعتبر عملية العبور نفسه دي كانت لحظة واحدة وطبعا دي سبتة في ذهني تماما ولا تنسى أما في الحرب نفسها بقى في أول ليلة أنا ربنا وفقني أن أنا دمرت بطارية مدفعية بكثريتي سرية المدفعية دمرت بطارية مدفعية ستاعة تسعة أو عشرة مساء وكانت بتجرب علينا بقى ضرب عشوائي لأنهما لسه لم يكونوا قد أفاقوا من الصدمة فبدأ رضي درب عشوائي بالمدفعية أنا بحكم أن أنا قائد سرية مدفعية وكنت أنا قائد سرية الوحيد اللي عبر في هذه اللحظات علشان الآخرين كان مخطط يعبروا بعدها بعد الكباري ما تنشأ تمكنت بفضل الله أنا أرصد هذه البطارية واجب لها الاتجاه والمسافة بتوعها ووقعهم على الخريطة وأستخرج بيانات من المدافع وأضرب قصفة هذه القصفة وقعت على سرية البطارية المدفعية والحقيقة اللي أسعدنا جدا وأسعد المشاء اللي حوالي بقى اللي كانوا عبروا إنها كانت بلعة الزخيرة بتاعتها تفرقع بطريقة كده زي حبات الفرشاء يعني بعد خمسين سنة بنجدد التحية للواء محمد عبدالقادر وكل أبطالنا أبطال نصر وأكتوبر الأحياء منهم وشهوداء أنا بشكرك جدا سيادة التلواء وبقول لك مرة تانية كل سنة وحضرك طيب